بسم الله الرحمن الرحيم وصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين وفي قوله فاعبده وتوكل عليه وفي قوله عليه توكلت وإليه أنيب وفي قوله فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا ليجلهم ويجعل همته ربه تعالى وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك والعمل له بكل محبوب ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف بما يعقبه ذلك الله أكبر كلام جميل جدا نفيس ولم يفصل لكنه أجمل إجمالا نافعا حيث أن أمر التقوى وأصول التقوى وفروعها لا يمكن أن يراده في مثل هذه الرسالة القصيرة الله لكنه كما قال لا يحتمل هذا الموضع لأن التقوى هي الدين كله فالتقوى الإسلام الإحسان كل هذا ترجع إلى معنى واحد وإن كانت عند اجتماعها لكل لفظ مدلوله لكن إذا افترقت فالدين هو التقوى وهو الإسلام وهو الإيمان وهو الإحسان وهلو مجرى لذلك قال فإنها الدين كله لأن التقوى ما هي فعل الأوامر ترك النواهي فهذا هو الدين إما أن تفعل ما أمر الله تعالى به من التوحيد والإيمان إلى أقل ما يكون من الأعمال الصالحة كما قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أو قال بضع سبعون شعبة شعبة قال فأعلاها قول لا إله إلي الله وأدنها إمارة الأذى عن الطريق فهذا يشمل كل التقوى كذلك ترك المحرمات وترك المنهيات لكن قال يتنوع الخير وهذا صحيح يتنوع الخير لكن أصل الخير منبعه وأساسه وأسه وأصله إخلاص العبادة أن يكون عمله لله خالصا لأن مدار العبادة في قبولها وصحتها والعبادة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا لأن من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره فإنه باطل قال الله تعالى في حديث القدسي أنا أغنى الشراكاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه في رواية وهو للذي أشرك لهذا كما قال المؤلف أصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين كما قال بعض السلف جمع الله معاني الكتب كلها في القرآن توراة وإنجيل والزبر وغيرها وجمع معاني القرآن في الفاتحة وسر الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين فما دار الدين كله على قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك فيما لا يقدر عليه إلى الله أما الاستعانة بالإنسان القادر الحاضر الحي فهذا لا بأس به وإنما المراد استعانة العبادة ولهذا قال في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ثم ذكر آيات في معنا هذه الآية كما قال جل وعلا عليه توكلت وإليه أنيب ولاحظ قدم الجار المجرور ليدل على الحصر أن التوكل على الله جل وعلا وحده وكذلك الإنابة إلى الله لأنها عبادة كما قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له كل هذا دال على أن العبادة حق لله وحده لا شريك له ثم بيّن هذا بقوله بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا فلا إله إلا الله ولا يملك الضر إلا الله ولا يدفع الشر والضر إلى الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لهم بعد والآيات في هذا كثيرة جدا مكتاب الله سبحانه وتعالى تأصيل هذا الأمر جدا مهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك فهذا هو المقصود هذا قال المؤلف ويجعل همته ربه كما قال في حديث آخر قال من أصبح والآخرة همه جمع الله شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا ويراغمة ومن أصبح والدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له فاجعل الله همك ولا يعني هذا ترك العمل والسعي في الأرض اسعى وابذل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النسور هذا هو التعلق بالله سبحانه وتعالى ثم بيّن ذلك بقوله وذلك بملازمة الدعاء لماذا؟ لأن الدعاء هو العبادة لأن من دعى الله تعالى ما دعاه إلا لأنه يعلم أنه لا يملك الخير إلا هو ولا يدفع الشر إلا هو بيده ملكوته كل شيء لذلك دعى الله تعالى اعتقادا من الله أن الله هو الحي القادر وأنه سبحانه وتعالى الكريم وأنه الغني جل وعلا وأن بيده كل شيء سبحانه وتعالى هذا مقام عظيم من مقام العبودية هو الدعاء قال رحمه الله تعالى في كل مطلوب من فاقة كان فقير أو حاجة أي أدنى حاجة كما جاء الحديث صحيح ليسأل أحدكم ربه حتى في شسعن عليه أي شراكن عليه فإنه إن لم يسره الله لم يتيسر كان بعض السلف يدعو الله تعالى حتى في ملح طعامه سل الله تعالى أن يعينك على كل شيء إذا سأل فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله جعا اجعل التعلق دائما بالله من لم يسأل الله يغضب عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أعلمه الله تعالى أنه سينصى في بدر وأراه مواقع القوم قتلى ثم يدعو الله تعالى ويتضر عليه حتى يسقط رداؤه من على كتفيه في مقام عظيم جدا ثم يلح في الدعاء حتى أشفق عليه الصديق هذا مقام عظيم مقام العبو الدعاء فادعو الله تعالى في كل أموركم وخاصة فيما ابتلية الأمة به يعني يدعو الإنسان للأمة يدعو لوليه الأمر يدعو للمسلمين يدعو لخاصة نفسه لأهله فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ولا يرد القدر إلا الدعاء فهذا السلاح السلاح هل هو بضاربه أم بحده أجيبوا بضاربه الداعي إذا كان الداعي قوي الإيمان قوي اليقين حسن الظن بالله تعالى فإن ذلك ينفع وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث ما هي إما أن يعطيه سؤله سأل الله أن يشفيه فشفاه سأل الله ما لم فأعطاه وإما أن يدخرها له في الآخرة فيأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة يقول أنه لهذا فيقال بدعوات دعوت بها لم تعطاها في الدنيا تمنى أن دعواتي كلها لم تجب حتى تكون قيامة دخلا له وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قدر الله عليه حادثا أو ذهب مال أو ذهب ولد ثم دع الله تعالى فدفع الله تعالى بهذا الدعاء هذا البلاء لا يرد القدر إلا الدعاء قال الصحابة إذا نكثر قال الله أكثر لهذا المؤلف نص على الدعاء لأنه هو العبادة يظهر في الدعاء والسؤال لله تعالى مظاهر العبودية كلها من الذل والتضرع وكذلك المحبة لله تعالى وجميع مقامات العبودية تجدها واضحة جلية في مقام الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى كل ما يخافه من الأمور وغير ذلك والعمل له بكل محبوب إذا علمت أن الله يحب هذا فأعمله كما قال ابن تيمية في العبودية العبودية العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ثم فصل وأن أنصحكم بقراءة هذا كتاب كتاب العبودية كتاب مختصر لكن مفيد وقد أتى فيه على هذا المقام بما لا تجده في غيره كتاب العبودية ابن تيمية على قصره فهو نافع وأن أنصح لأخواني يضع له درسا وتعليقا لأنه مفيد مخصر وينفع الناس والناس اليوم بحاجة إلى مثل هذه الموضوعات هذه الوصية أنا أشكر وأثني على من اختار الوصية هذه لأنه نافع للمتكلم والمستمع والناس بحاجة إلى مثل هذه الموضوعات التي تحرك القلوب وتعلقها بعلام الغيوب لهذا قال المؤلف ومن أحكم هذا إذا أحكمت هذا المعنى العبودية فلا يمكن أن يوصف بما يعقبه خلاص إذا أحكمت هذا الأمر وأتيت به على وجه فأنت على خير فالعاقبة لك حميدة بإذن الله أي جل وعلا نعم أحسن الله إليكم وإليكم أحسن قال رحمه الله تعالى وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب وقاتهم فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد هذا الجواب جدا ممتاز لا ينبغي أن يقال الأفضل مطلقا وإنما يختلف كما قلنا في أول الدرس يختلف الفاضل والمفضول بحسب الشخص وحسب الوقت وحسب تأثيره في قلب العبد هذا هو الذي ينبغي أن يجاب فيه بالأسئلة وقد تروعت الإجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على احتلاف السائلين فيما هو أفضل الأعمال الصالحة فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة وعلى ذلك دل حديث أبي وريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم سبق المفردون قالوا يا رسول الله ومن المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وازكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله والدلائل القرآنية والإيمانية والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرا وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره وعند أخذ المطجع وعند الاستيقاظ من النوم وأدبار الصلوات والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المطر والرعد إلى غير ذلك وقد صنفت له الكتب المسمات بعمل اليوم والليلة نعم كلام جميل جدا وهذا الباب عظيم إذا إنسان لم يدرك أفضل الأعمال في كل وقت وفي كل حسب الأشخاص واختلافها إلا أنه يكاد يكون إجماع أن ذكر الله تعالى في الجملة هو من أجل الأعمال وأفضلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله وقال الله تعالى عن عباده أهل العقول الزاكية الذين يذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فملازمة ذكر الله تعالى من أفضل الأعمال كما جاء في حديث صحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سأله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه يعني شرائع الإسلام في الفضائل لا في الواجبات فدلني على باب جامع أتشبث به أتمسك به ماذا قال قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ولاحظ البلاغة البيانية النبوية أنه قال لا يزال لسانك رطبا يعني أن الذكر ترطيب لللسان فمتى كان العبد ملازما لذكر الله تعالى بقي لسانه رطبا فإذا فتر عن ذكر الله يبس لسانه انظر البلاغة العجيبة في ذكر الله ولهذا كان ابن تيمي رحمه الله تعالى على كبر سنه في آخر عمره كان يجلس بعد انفجر إلى ارتفاع النهار فلو قال له يعني ما هذا فيقول هذه غدوتي لو لم أتغدى لخارت قواي العبد يعطى قوة عجيبة بذكر الله شيخنا بن باز رحمه الله تعالى سئلة وهو عمره قد نهز التسعين مات في ما يقارب التسعين من عمري رحمه الله تعالى سئلة عن تلك القوة والقدرة التي والهمة العظيمة التي يعمل بها أعمال ما يعملها الشباب في عمره يعني إجابة الفتاوى والعمل الذي من الساعة الثامنة للساعة الثانية ظهرا ثم استقبال الناس وصلاة الليل وهم جرى من أعمال يعملها لا يعملها كثير من الناس أو الشباب قال إذا كانت الروح تعمل فإن الأعضاء لا تكل فالأمر يرجع للروح والله تعالى يعطي العبد قوة يعطي المؤمن قوة كما جاء عن بعض السلف أن المؤمن يعطى قوة على القيام بأمور لا يقوم بها غيره من الشباب وجاء عن بعض السلف أنه وثب وثبة قوية وهو في التسعين فقيل ما هذا قال هذه جواري حفظناها في الصغر فحفظها الله دانا في الكبر فالمقصود أن باب الذكر باب عظيم هذا نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى في ما يتعلق بأخذ ذكر الله تعالى ومناسمته في كل حين لكن هنا قال أقل ما يكون إذا لم يكن الإنسان مناسم من ذكر الله في كل أحيان فلا أقل من أن يأخذ بالذكر المقيد في دخول المسجد خروج من دخول المنزل ما يتعنق بالنوم واستيقاظ الصباح ومساء هذا أقل ما يكون لا يحب يعني الأكمل أن لسانك يبقى لله ذاكرا وهذا عن التعويد إذا عودت نفسك بذكر الله تعالى أصبح الأمر سهلا بإذن الله تعالى قد يكون معك في أول الأمر عسيرا مع التمرين ومع المجاهدة كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينا ومسيبنا فالله يهدي عبده إذا علم منه الصدق والمجاهدة ثم أيضا ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالمزمة الذكر مطلقا إلى غير ذلك نعم قال رحمه الله تعالى ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله لا إله إلا الله وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا قوة إلا بالله أفضل منه نعم يعني هؤلاء نبع على الذكر المطلق وأفضله قبل ذلك القرآن الكريم أفضل ما تقرب العبد به إلى ربه ما خرج منه سبحانه وتعالى وكلامه أفضل الذكر كلام الله اشتغل بذكر القرآن اقراه بتذبر والتفهم والتعقل اجعل لك في يومك وليلتك وردا من كتاب الله تعالى ترى لذلك الأثر العظيم كما قال بعض السلف قال قرأنا القرآن فغمرتنا البركات كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبر آياته فهو مبارك على صاحبه وعلى من حوله فقرأ كتاب الله تعالى وأفضل الذكر لا إله إلا الله هي أفضل كلمة كما قال الله تعالى لموسى عليه السلام لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غير في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله وفي حديث آخر أحب الكامل الله لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر وهكذا أذكر كثيرة تعلمونها على المرء المسلم أن يلازمها وكذلك الحوق له لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كث الجنة فهو ينفي الحول والقوة عنه إلا بالله سبحانه وتعالى نعم ثم قال رحمه الله تعالى ثم يعلم أن كل ما تكلى به اللسان وتصوره القلب ما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمن بمعروفه ونهي نعم منكر فهو من ذكر الله ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سمه الله ورسوله فقه فهذا أيضا من أفضل ذكر الله وعلى ذلك إذا وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف نعم جميل جدا هذا كلام في غاية الأهمية يعني لا يكون الإنسان اختصاره على الذكر القولي باللسان بل سائر أعماله الصلاة والصيام كلها ذكر الله تعالى كذلك طلب العلم من ذكر الله سبحانه وتعالى التفقه في أمور الدين وهذا قيد المؤلف قال ولهذا من اشتغل بطالب العلم النافع ليس كل علم وإنما العلم النافع الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى والذي يورث العبد خشية إذا كان العلم الذي تعلمه يورث بقلبك الخشية من الله تعالى ويقودك ويسوقك العمل فهذا علم النافع أما إذا كان فقط يوقعك في المجادلة والمناكفة للناس من دون عمل فهذا علم ضار كما قال بعض السلف العلم علمان علم النافع وعلم غير النافع العلم النافع العلم النافع الذي في القلب والعلم غير النافع العلم الذي في اللسان فقط تتكلم إن شاء الله إذا جلس تكلم وأفض لكن لا يرى أثر علمه على تخشعه على عمله على حياته على سلوكه فهذا علمه يقوده إلى النار وعالم بعلمه لم يعمل المعذب من قبل عباد الوثن لهذا قيده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالعلم النافع لو جلس مجلسا كما هو هذا المجلس المضارك بإذن الله تعالى أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقه لاحظ قيد لأن هناك من يسمي أمورا فقها وهي لا تعد فقها الفقه الذي في تعلم كلام الله تعالى وكلام رسوله وفهم الأحكام الشرعية والعلم عن الله تعالى في شرعه كما قال عمر ابن عبد العنس رحمه الله تعالى يا بني يقول لبنيه يا بني ليس الخير أن يكثر مالك ولدك ولكن الخير أن تعقل عن الله ثم تطيعه هذا هو الخير الذي ينبغي أن يسعى إليه المرجع وقوة الإيمان به فهذا هو النظر المجمع عليه بين السلف لذلك هذا الإجماع بينهم هو الذي جعلهم لا يختلفون كثيرا فيه ما هو الأفضل أو ما هو المفضول فيما يتعلق بذكر الله سبحانه وتعالى أو في الأعمال الصالحة نعم السلام عليكم قال رحمه الله تعالى وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة فما ندم من استخار الله تعالى وليكثر من ذلك ومن الدعاء فإنهم افتاحوا كل خير فإنهم افتاحوا كل خير ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي وليتحر لو قاتل فاضلتك آخر الليل ودبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذا نعم الاجتباه تفويض الاستخار تفويض كانت جاهليون يضربون بالقداح فإذا ظهر له في القدح أنه يسافر أو يمضي ويفعل كذا فعل وهذا استخسام بالأزلام نهى الله عنه فعوض الله الأمة بالاستخارة فالاستخارة معنها التفويض تقول في دعائك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب فوضت الأمر يا الله جعلت الخيرة إليه والله تعالى يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة فجعلت الخيرة لله فإن الله تعالى إذا فوضت الأمر إليه اختار لك ما هو أصلح لك وإن كرهت لأن الإنسان في الاستخارة لا يعني لميل القلب أو يرى مناما كما يقال وإنما يستخير الله تعالى ويمضي في الأمر فإذا اشتبه عليه الأمر استخار الله تعالى وصلنا هذه الصلاة وأعقبها بهذا الدعاء كذلك أيضا يكثر من ذلك يعني قد لا يظهر الله الأمر أو أو لا تنشرح نفسه إلا هذا الأمر فيكثر الاستخارة وهذا من الحافة الدعاء كذلك أيضا ذكر أن الدعاء مفتاح كل خير ذكر من القيم في كتاب الفوائد أن قد علم العارفون وهذه لفظة دارجة عند من القيم ورجب وكانت من المصطلحات الصوفية لكنه أخذ عليها والأولى يقال العالمون قد علم العارفون أن التوفيق بيد الله قطعا التوفيق بيد من؟ بيد الله ومفتاحه الدعاء فمن فتح الله له باب الدعاء فتح له باب التوفيق ومن أغلق عليه باب الدعاء أصبح باب التوفيق مغلقا عليه هذا معنى كلام القيم ذلك عليك بالدعاء من فتح الله له باب الدعاء فقد فتح له باب خير ولهذا يقول بعض السلف إنه لتعرض لي الحاجة فأدعو الله تعالى فيفتح لي من لذيذ مناجاته ما أتمنى أن الحاجة لم تقضى وقال بعضهم لقد بورك لك في حاجة طرقت فيها باب مولاك يعني الله يحب أن تسأل وقد يؤخر الله حاجتك وسؤلك ليسمع ضراعتك فعليك أن تتلح وإياك أن تعجل قال يستجاب لي أحدكم ما لم يعجل قالوا كيف يعجل نقول قد دعوت قد دعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء فانتبه فعليك أن تستمر وأن تدعو وأنت على خير واعلم أن كل من دع الله أجيب إما يأخذ سؤاله في الدنيا وإما يدخل الله في الآخرة وإما أن يدفع عنه من السمت لا فهو مستجاب له على كل حال نعم قال رحمه الله تعالى وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الضدن به وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجى فيه إلي أن يلجى فيه إلى الله ويدعو كما قال سبحانه فيما يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عباديك كلكم عار إلا من كسوده فاستكسوني أكسكم وفيما روى الترمذي عن أنسر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم يسأل أحدكم ليسأل أحدكم ربهم حاجة كلها حتى شسعن عليه إذا انقطع فإنه إن لم يسره لم يتيسر وقد قال الله تعالى في كتابه واسألوا الله من فضله وقال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فمنتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات لهذا والله أعلم أغرى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج أن يقول اللهم إني أسألك من فضلك وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم فابتغوا عند الله الرزق وعبدون واشكروا له وهذا أمر والأمر يقتضي الإيجاب فالاستعانة بالله واللجوا إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم الله أكبر نعم سؤال عن أرجح المكاسب لم يقول الزراعة ولا الصناعة مع أن العلمات اختلفوا منهم من قال التوكل ظاهر في الصناعة منهم من قال الزراعة ومن قال الثجارة لأن المزاهر يبذر ولا يضمن أن يحصد قد يأتي آفة والتاجر يشتري بضاعة وقد يبيعها وقد لا يبيعها اختلفوا في ذلك اختلافا معروفا مشهورا لكنه أرجع الأمر إلى أمر أعظم من هذا فقال وأرجح أما أرجح المكاسب فاتتوكع الله لأن المن فوض التوكل كما قال ابو أحمد المحمبل التوكل عمل القلب وإنما يتفاوت الناس بتفاوت توكلهم على الله جل وعلا يفوض الأمر يبدو الأسباب ويتوكع الله فإذا عزمت فتوكع الله وعلى الله فتوكل وإن كنتم مؤمنين باب التوكل باب عظيم وإنما أتي من أتي من الناس بضعف توكله بالله ووسوء ظنه بالله لهذا قال وثقة بكفايته أليس الله بكاف عبده بلى في قراءة أخرى سبعية أليس الله بكاف عباده بلى والله سيكفيكهم الله كفى الله عبادهم من الصالحين والأنبياء وغيرهم ومن قرأ ذلك في كتاب الله تعالى أدرك فعلا كما قال عنهود عليه السلام وقد تحدى قومه قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه تبرى فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على كل شيء حفير هل مسوا بسوء أبدا لا يمكن وإبراهيم عليه السلام أرادوا إحراقه بالنار قال الله تعالى فقلنا يا نار كوني بردا والسلام على إبراهيم قد يقول بعضكم هذا نبي نقول أبو مسلم الخرساني رموه في النار جعلها الله عليه بردا وسلاما وهكذا الصالحون بعدهم فالله كاف عبده متى ما لجأ إليه وتوكل عليه كما حصل لموسى عليه السلام وقومه البحر أمامه وعند عدوه خلفهم قال كلا إن معي ربي سيهدين فأنجاه الله تعالى من هذا الغرق وهكذا لهذا قال المؤلف وحسن الظن به وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر رزق وهذا حال الناس اليوم أنا وأنتم حالنا نهتم بالرزق نتعلق نخاف نخاف الفقر لهذا قال ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه لله لأن الرزق بيد الله الله تعالى قد تكفل بأرزاقنا إذا جاء الملك يؤمر ماذا بأربع بكتبي أول شيء كتبي رزقه وعمله وأجله وشقيه سعيد قد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن روح القدس قد نفت في روحي إنه لن تموت نفسه حتى تستكمن رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استفطاء والرزق أن تطلبوا معصية الله فإنما عند الله لا ينالوا بمعصيته لهذا نبع على هذه القضية المهمة قال يلجأ إليه ويدعوه كما قال سبحانه فيما يأثر عن النبي هذا في حديث قدسي عند مسلم وغيره قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم لاحظوا لا تفصيل في الكسوة وفي الإطعام وفي الهداية مع أن الله تعالى يملك كل شيء لكن هذه الأمور من أهم المهمات تهم الإنسان في هدايته لطريق المستقيم في رزقه فيما تعلق بمعاشه فليلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ذكر الحديث ذكرنا قبل قليل وأن الأمر كله بيد الله كما قال تعالى في سورة النساء قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجاء نصيبهم مما اكتسبوا وللنساء نصيبهم مما اكتسبوا ماذا نفعل يا رب وأسأل الله من فضله رأيت عند النساء نعمة أو خير لا تحسده وإنما قل أسأل الله من فضله سأل الله من فضله فإن الله تعالى الذي أعطاه يعطيك كل أنه بد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورة أي ممنوعة فعطاء الله ممنوح يعطي الله تعالى المؤمن وغير المؤمن يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب نعم بسم الله إليكم قال رحمه الله تعالى ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس اللي يبارك له فيه ولا يأخذ بإشراف وهلع بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكان والسعي فيه إذا ساك إصلاح الخلاء وفي الحديث المرفوع الذي روى تنوذي وغيره من أصبح والدنيا أكبر أهمه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له ومن أصبح والآخرة أكبر أهمه جبع الله عليه شملا وجعل غيناه في قلب وتته الدنيا ويراغما وقال باب السلف أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر عليك نصيبك من الدنيا مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين نعم هذا كلام جدا مهم أنا مؤلف أشار إلى القضية المال والتعلق به كما جاء العديد الصحيح قال من أخذه بسخاوة نفس يعني نفسه سخية لم يتعلق به جعل الدنيا في يده ولم يجعلها في قلبه هذه السخاوة من أخذ هذا المال إن هذا المال خضرة حلوة من أخذه بسخاوة نفس بركة له فيه والبركة منشده ومن أخذه بإشراف يطلع يطلع إلى المال وينشد زيادة ويحزن إذا نقص ماله ويفرح إذا زاد ماله فهذا أصبح كالذي كما لا يشبع نعوذ بالله من هذه الحال هذا قال قال يأخذه بإشراف هلع إن الإنسان خلق هلوعا لا يبغي المصلي أن يكون هلوعا فإنما إذا زادت الدنيا حمد الله تعالى وإذا ذهبت وأدبرت حمد الله تعالى ولا يدري مخرة فيه كما ذكر المؤلف أنه يكون المال عنده كالحمار الذي يركبه كما قال في مضع آخر اجعل الدنيا كالحمار الذي تركبه كالحذاء الذي تلبسه هذه الدنيا هذه حالها كما قال أحمد رحمه الله تعالى إنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب هذا الغني الذي يسكن القصور الفارهة وأن تسكن غرفة صغيرة كلاهما عبر الدنيا عابرة كلانا سننضي يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة قمسة ثم يقال يا فلان هل رأيت نعيما قط هو عاش سبع سنة مئة سنة في نعيم وحشم وخدم وعافية ومتع الدنيا موفرة له لكن بعد هذا كل لما غمس في هذه النار عادني الله وإياكم وذرياتنا وذينا منها قال هل رأيت خيرا قط قال لا والله ما مر بي خيرا قط نسي كل ذلك النعيم في غمسة وحدة ثم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة شخص عاش فقير ومريض وهم وغم في حياته كلها وأكدار وأمراض وأسقام فيصبغ في الجنة صبغة جعلنا لله وإياكم أهل الجنة وألدنا وذرياتنا فينسى ذلك الشقاء وذلك التعب هل رأيت بوسا قط هل مر بك شدة قط قل لا والله ما مر بي بوسا قط نسي هذا كله فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فالإنسان يواسي نفسه إنما هو طعام دون طعام شراب دون شراب حتى يصل للآخرة كما ذكر الحديث للمر معنا قبل قليل هذا هو المقصود من كلام المؤلف ثم قال رحمه الله تعالى فأما تعيون مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك فهذا يختلف باختلاف الناس ولا أعلم في ذلك شيئا عابا لكن إذا عدن للإنسان يجهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقات عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم فإن فيها من البركة ما لا يحاط به ثم ما تيسر له ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منك راهية شرية لعم يعني من بورك له في شيء فليلزمه أنت مثلا صناعة ما شيء أمورك حمد الله بالزراعة في التجارة والأمر كما قال المؤلف ليس هناك دليل نعم جاءت عن السلف أقوال أن التوكل في الصناعة التوكل في التجارة التوكل في الزراعة لكن بها نظر عام قد يكون المزارع عنده شغف وتعلق بالدنيا مع أنه مظاهره التوكل وقد يكون عند شخص آخر من التوكل ما ليس عنده غيره فالأمر يرجع إلى القلب والقلب لا يطلع عليه إلى الله سبحانه وتعالى لكن هو الاستخارة وإذا بورك لك في عمل فلزمه مسأل الله تعالى التوفيق ورعانه نعم السلام عليكم قال رحمه الله تعالى وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع وهو أيضا يختلف باختلاف نشء الإنسان في البلاد فقد يتأسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقي ومذهبي فيما لا يتأسر له في بلد آخر لكن جماع ولكن جماع الخير سبحانه في تلقي العلم الموروث عن نبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي يستحق ويسمى علما وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا وإما أن لا يكون علما وإن سمي به ولئن كان علما نافعا فلابد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخيره وهذا هو كامل السلف أن العلم الذي يمدع أهله ويسمى العلماء هو العلم الشرعي كما قال أبو درداء وغيره قال إنما العلم الذي يمدع أهله ويسمى العلماء هو العلم الشرعي إنما يخشى الله من عباد العلماء هو العلم الشرعي العلم بالله بأسماءه وصفاته وبدينه وشرعه هذا هو العلم أما ما سواه وإسم يا علما فهو علم غير نافع نعم نقول هو ينفع الناس في الطب في الهندسة لكن العلم الذي يمدع أهله والذي يرتفع به عند الله منزله وجاء فيه النصوص الشرعية الكتاب والسنة هو العلم الشرعي الذي يقرب العبد من ربه جل وعلا فعلى الإنسان أن يلزم هذا الباب وإذا فتح لك في هذا الباب فقد فتح لك فتحا عظيما والله تعالى لم يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من شيء إلا من العلم قال وقل ربي زدني علما لم يقل زدني مالا زدني جاها دل على أن زيادة من العلم التي يتبعها العمل هي الزيادة النافعة كما قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد في باب الجهاد قال فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى ربانيا في ملكوت السماوات علم ثم أتبعه العمل ثم أتبعه تعليم الناس ودعوتهم إليه نعم قال رحمه الله تعالى ولتكن إمته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمري ونهي وسائل كلامي فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد النبي مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكروا ذلك يعني همته فيما يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث لأن الحديث له مقاصد أحيانا يكون الحديث نص قاطع وواضح الدلالة أحيانا يكون ظاهر الدلالة أحيانا لا يظهر لك المعنى فتفا إذا ظهر لك المعنى المراد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمك الأخذ به كذلك غيرك إن كنت ممن يؤخذ عن العلم سألوك عن معنى الحديث أو سألوك عن فتية تبين لهم مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا قال ومع الناس إن أمكنه ذلك أما في نفسك فعليك بمراد الله لا تتعصب لرأي أو لإعالم أو لطريقة أو لمنهج وإنما التعصب لله أهل السنة لا رأس لهم يتعصبون لقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من سواه فكل يؤخذ من قوله رد إذا كنت عندك قدرة على الوصول للحق مفهم النصوص الأدلة فهذا خير ولا يسعك التقليد لأن التقليد كما قال من تيمية بمنزلة أكل الميتة لا يصار له إلا عند العجز عند الضورة لكن عندك قدرة أن تصل إلى الحق بدليل فهذا هو واجب عليك فإذا أعياك ذلك فعليك بسؤال أهل العلم وقد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فواجب العام هو أن يأخذ بقول من يثق بعلمه ودينه ويقلده في هذا أما طالب العلم الذي يستطيع أن يصل للحق بدليل فعليه أن يأخذ الحق بدليله واسأل الله تعالى الهداية نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل ما أثور عن نبي صلى الله عليه وسلم وإذا اشتبى عليه ما قد اختلى فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم فيه صحيح يعني اشترى رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل اللهم رب جبريل وميكائل وإسرافل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيما الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه صلى الله عليه وسلم يا عبادي كلكم ضال إلا ما ناديتوا فاستهدوني عهدكم هذا واضح هذا وصلنا إلى قبل قليل أن يستهد أن يعتصم في كل باب نووي علم باب الصلاة باب الزكاة باب الصوم هكذا بحديث واضح يبني عليه سائر الأمور متعلقة بهذا الأصل الأصير ثم إذا اشتبع عليه مما لا دليل فيه قاطع وإنما محل الاجتهاد استعين بالله تعالى في أن يهديه وكان ابن تيمية أعيته مسائل يقول يا يسجد ويقول يا معلم آدم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني ندعو الله حتى يفتح الله له يستغفر ألف مرة حتى يفتح الله له الباب في هذه المسألة أو غيرها لأن الإنسان يشتبع عليه بعض المسائل وتكتو عليه الأقوال فيسأل الله تعالى أن يهديه للحق في هذا نعم قال رحمه الله تعالى وأما وصف الكتب والمصنفين وقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسر الله سبحانه وما في الكتب المصنفة المبوّة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود المتبحر بأبواب العلم إذ لا بد من معرفة أحاديث أخر وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنور العلم فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن لبيد الأنصاري لبيد لبيد لابن لبيد الأنصاري أوليس للتوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد ويلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدن رحمة إنه هو الوهاب والحمد لله رب العالمين وصلواته على أشرف المرسلين اللهم صلي وسلم على عبدك رسولك محمد نعم ختم الوصية بالجواب عن أول السؤال فيما يتعلق بكتاب الحديث فأوصى بصحيح البخاري وأنه لا يكفي في هذا الباب وأنه لا بد من بعض الكتب الأخرى المساند صحيح مسلم والسنان وكذلك المسانيد بحسب شخص وقدرتي على القراءة والنظر والفهم ثم كذلك باب الفقه والناس اليوم بين طرف الناقض إما متمسكون بحديث فقط ويدعون كتب الفقه يقول أن القراءة فيها تمذهب وتعصب أو ناس أخذوا بكتب الفقه ودعوا وتركوا كتب الحديث والأمر بين هذا وهذا فكتب الفقه إنما بناها الفقهاء على الأحاديث وعلى الآيات والدلائل لكنهم أصابوا وأخطأوا بتحرى المسلم الصواب فهو يأخذ مثل الفقه في أي مذهب مذاهم لأجل فقط التمذهب وأن يأخذ منهجان يسيروا عليه لا أن يتعصب لقول أحمد أو قول بحنيفة وقول مالك والشافعي وإنما يأخذ منهج لأن الفقهاء يعطونك طريقة بديعة ونافعة في معرفة الفقه والوصول إلى الحكم الشرعي بدليله فهذا الذي ينبغي ثم أيضا ذكر أمرا مهما ختم به وصيته رحمه الله تعالى قال فمن وقد أوعبت الأمة في كل فن يعني الأمة والعلماء ألفوا في كل فن والمكتبات مليئة مشحونة بكتب لكن من نور الله قلب جعل لله ويكم من هؤلاء من نور الله قلب هداه بما يبلغه من ذلك ومن أعمى من أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وهذا مشاهد يعني لا تغتر بالكتب كثرتها نعم الواحد يأخذ من كتب ما ينفعه لكن لا يغتر قد يكون عنده مكتبة في ساعة هذا الجامع وعندك كتب ما شاء الله مخطوطة ونسخ خطية ونادرة لكن نسأل الله السلام العافية ظالم مضل وآخر عنده مكتبة أذكر الشيخ العثيمي رحمه الله تعالى يكون عنده مكتبة كبيرة وهو عالم بارع الشيخ العثيمي رحمه الله تعالى لم يعرف أنه عنده مكتبة كبيرة لا نقول نزهد بكتب لكن المقصود هو الكتب هي تعين لكن ليست هي الهدف فإذا وجد الكتاب النافع الذي ينفعه وينفع قلبه يقرب إلى الله تعالى فيأخذ به ولا يكون هم فقط جمع الكتب وهو لا يفقه منها شيئا فيكون كما قال الله تعالى عن اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار الحمارة جلكم الله تحمل عليه صحيح البخاري وصحيح مسلم ولا غيره ما يفقه ولا تحمل عليه زادا طعاما لا يدري ما حمل فكذلك الذي يأخذ الكتب ولا ينتفع بها هو كالحمار بل أظل من لأن الحمار لا عقد له وإنما همته أن يركب وأن يحمل وأما أنت أعطاك الله العقل تميز به ولهذا ذكر حديث لبيت لبيت قال لرسول الله سلم قال للمسلم أخشى في آخر الزمان أن يذهب العلم قال لبيت يا رسول الله ألسنا أن نعلم القرآن ومن بعدنا يعلم من بعده قال فكلتك يا أمك يا زياد لقد ظننتك من أحسن الناس فهما أو كما قال هؤلاء اليهود عندهم التورات عندهم التورات ولهذا قال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم وهذا عجيب جدا تعجب في كتاب الله آيات كثيرة أن البينات والعلم سبب للضلال والتفرق الأصل أن العلم يهدي ويجمع هؤلاء لما جاءهم العلم وجاءهم البينات ظلوا وهذا الذي يخشى على طلاب العلم إذا تعلموا احتقوا الشيخ محمد عندي علم أنا عندي علم كل واحد يتعصى من رأيه فيحصل خلاف لها بد أن نجتمع لأننا هدفنا واحد وهو الحق فلا ينبغي يتعصى بل رأيي أو لجماعتي أو لشيخي وإنما نتعصى بالحق قالوا ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ليش بغيا بينهم تحاسد وذا من أعظم ما يكون خطر على الأهل العلم وطلاب العلم التحاسد والتباغر ينبغي أن يكون قصدي وقصدك وقصد كل طالب علم وكل مسلم هو الحق هدفنا الحق أعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال الميزان هو الحق للرجال فإذا ظهر لك الحق كما قال بعض السلف من جاءك بالحق فأقبل منه وإن كان بغيرا بعيدا ومن جاءك بالباطل فأردد عليه وإن كان حبيبا قريبا الميزان هو الحق جاء الحق أقبله جاء الباطل أرده هذا الذي ينبغي أن يوطن عليه المرء نفسه سأل الله تعالى أن يغفر لشيخي ابن تيمية وأن يجزيه عننا خير الجزاء وأن يوفقنا وإياكم من يحب يرضى وأن يجزي الأخوة القائمين على هذه اللقاءات خير الجزاء وهذه أسئلة ذكرنا يقول ذلك كتابين كتاب من القيم هو مدارج السالكين وكتاب الآخر كتاب المفلح الأداب الشرعية الأول مدارج السالكين من القيم والثاني الأداب الشرعية المفلح هذا يقول ذكرتم أن من قال لا إله إلا الله مئة مرة يكفي القول نعم يعني بعض العلماء أو بعض طلاب العلم يقيد يقول لا بد من استحضار معنا الذكر الحديث قال من قال فالأجر مرتب عليه هو على القول من قال فمن قال لا إله إلا الله إلى آخر مئة مرة حصل له الثواب ولو لم يحضر قلبه إذا حضر قلبه هذا أفضل لأن الذكر بالقلب وباللسان وبالقلب واللسان وأفضلها ما تواطأ القلب مع اللسان لكن لا يلزم الإنسان قد يذكر الله تعالى مئة مرة وهو لا يستحضر معنا الذكر هل نقول لا يحصل له الثواب من أين لك هذا والحديث قال من قال شرط مشروع من قال حصل له كذا لم يقل من قال واعتقد فتأتي تقيد ما أطلقه رسول الله من فهمك من كيسك هذا لا ينبغي أن يوخذ به وإن كان طالب علم وإن كان قد يكون شار له بالبنان فالعبرة بما وافق الحق والله تعالى أعلم لعل الأسئلة هذه هنا يمكن أن يقال بجوازي الاغتباس من القرآن للثناء على المحسن في أثر إبن مسعود رضي الله عنه إنما معاد نعم لا بس هنا يقول نسمع عن الجامية فما هي وهل منهجها صحيح هذه فرقة سميت وهمية يعني نبزوا ناسا من من سار على النهج الصحيح بهذا النبز أو هذا الاسم ونسبوهم إلى الشيخ محمد أمان الجامي للتمثير منهم لأنهم بيّنوا الحق بدليله وأوضحوا عوارة بعض الجماعات والطبائف فلذلك نسبوهم إلى هذا الاسم الغريب لم يقولوا بازية مع أن الشيخ بن باز أثنى على الشيخ محمد الجامي وبعثيمين كذلك أثنى على الشيخ الجامي والفوزان أثنى عليهم ما سموهم بازية ولا عثيمينية ولا فوزانية وإنما أتوا إلى اسم غريب حتى غريب الجامية والجهمية والعوام لا يدرون عن تفاصيل الأمور ذلك ينفرون أو لا يتكلمون في العظماء يتكلمون في الدعاة إلى غيره طبعا قد يكون من ينسى بلا الجامية قد يكون عنده خطأ خلل هذا لا ينكر خطأه مردود كما أن المسلمين فيهم من يخطئ فلا ينسب الخطأ إلى المسلمين الكفار إذا وقع تفجير أو خطأ من المسلمين نسبه إلى الإسلام قال الإسلام دين إرهاب نقول لا الإسلام بريء من إرهاب وهذا الذي فعل التفجير إنما يمثل نفسه لا يمثل الإسلام كذلك من ينتسب إلى السلفية وهو يسمى جاميا فعل فعلا مخالفا لما عليه رسول الله والسلف الصالح هو يمثل نفسه ولا يمثل الجماعة وأيضا لا ينتسب أصلا الإنسان السلفي أو السني لا ينتسب إلى هذا ولم يسمي أحد منهم لا الشيخ الفوزان ولا بنباز ويمثل أنهم جامية إنما هذا لقب نبز به وسموا به من تلقاء أنفس أولئك الذين عادوهم فينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا وتحقق من الأمور لذلك لو تأملت كلام العلماء عرفت أن هذه فقط نبزة وتهمة وهم كما يقال وهابية كما يقال عن أهل السنة المجسمة الحشوية هذه القاب كما سمي محمد وذلك بالمذمم مذمما أبينا ودينهم قرينا فعلى كل حال لا يضر أهل السنة إلى القاب لكن ينبغي الإنسان يتحقق في هذا وينظف الإنسان في منهجه وعمله أنت الآن لو قل عني أني جامي أنظر إلى منهجي إلى فعلي إلى قولي إلى مشايخي وحكم علي بكتاوى السنة كما قالنا المسلم لما ذكر الفرق المتوعدة بالنار كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي قال من كان على مثل ما أنا عليه لهم أصحابي فانظر إلى حال هؤلاء الذين أصفوا بهذا الوصف هل هم على ما كان عد رسول الله وأصحابه فهم على خير إن كانوا مخالفين دعهم سموا جامية أو سموا سلفية قد يسمي نفسه سلفي وهو مخالف للسلف الدعاء العبرة بالحقائق لا بالأسماء يسمي نفسي سلفي وأنا من أضل الناس مثلا أو يسمي نفسه باسم آخر العبرة بالحقائق لا بالأسماء فالأسماء لا تغير شيئا من الحقائق والله تعالى أعلم أشكر لكم طيب استماعكم وإنصاتكم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم محمد الله وبركاته